أبرمت دائرة التسجيل العقاري وبلدية مدينة دبلحصن مذكرة تعاون تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين وتعزيز شراكة والتعاون بشكل فاعل بين الجانبين بموجب الاتفاقية بين دائرتين التسجيل العقاري وبلدية مدينة دبلحصن سيتم تقدم خدمات إلكترونية للاستعلام عن البيانات العقارية الخاصة وذلك عن طريق الخدمة الإلكترونية وبسيرفس وتحصيل رسومها في مقر بلدية دبلحصن دون الحاجة إلى مراجعة مبنى دائرة التسجيل العقاري طبعا يوم اتفاقيتنا هي تهدف إلى الاستعلام عن أملاك المتعاملين ونحن نهدف من هذه الخطة توفير الجهد والوقت على المتعاملين وتوفير المعلومة بأسرع وقت ممكن مذكرة التعاون بين الجانبين تكتسب أهمية خاصة لأنها ستوفر الوقت والجهد الذي كان يبدله العملاء للحصول على الوثائق التي يحتاجونها للمعاملات الخاصة بهم حيث سيكاح للمتعامل استخراج شهادات الإفادة من قبل الجهة الطالبة لها دون تكبد عناء الحضور للدائرة خاصة بعد ملاحظة القاعدة المتنامية من المتعاملين الذين يحتاجون إلى هذه الإفادات نحن سعيدين بالتعاون هذا بين مدينة الدبل حصن ودائرة السجل العقاري لتسهيل بعض الخدمات التي يقدمونها وعمل الربط الإلكتروني لخدماتهم في البلدية بحيث أن المواطن أو المقيم الذي يحتاج بعض هذه الخدمات لا يضطر الروح للخرفكان أو الشاجة دائرة تسجيل العقاري بدأت منذ عام 2014 بخطة لتوقيع عدد من مذكرات التعاون بهدف الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة ومع توقيع مذكرة التعاون مع بلدية دبل حصن تكون الدائرة قد أبرمت ثماني مذكرات تعاون مع خمس جهات محلية وثلاث جهات اتحادية وبلغ عدد شهادات الإفادة التي تم طلبها عن طريق الربط الإلكتروني نحو 12 ألف شهادة إفادة عن الأملك تأتي هذه الاتفاقية إلى تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين بالإضافة إلى تعزيز الأواصر الشراكة بين الجهتين لأخبار الدار هدى سالم من دائرة تسجيل عقاري بالشارقة اشتركوا في القناة